مرحبا لكل اصدقائنا واحبابنا ومتابعين قناة اكوان وصلنا لعند موليد برج الاسد طريقة فتح النصيب الخاصة لموليد برج الاسد طبعا سواء كانت امرأة برج الاسد امرأة عانسة امرأة مطلقة معنى ارملة الى اخره او فتاة برج الاسد معنى متزوجة وحابة تفتح النصيب الخاص فيها امرأة برج الاسد قال الطريقة الخاصة فيك كرمال انت بتساعدك هاي الطريقة تفتح نصيبك وطريقة كتير مجربة بتمنى كل الموليد برج الاسد وخصوصة اللي عم يسمعونا انهم يجربوها يطبقوها ما انهم خسرانين شي بالعكس اذا امنوا بهي الفكرة وطبقوها بيستفادوا بشكل كتير كبير اذا امنوا بهي الطريقة واذا امنوا بهي الطريقة وبهي الفكرة وطبقوها كمان بيلاقوا نتائج خلابة بشكل كتير كبير ما عليك الا يا موليد برج الاسد انك تشعل والبخور الخاص فيك يا موليد برج الاسد هو بخور العنبر فانا بدي اطلب منك يا موليد برج الاسد تشغل موليد عفوا تشغل بخور العنبر كل اول ثلاثة ايام من الشهر العربي يعني اول الشهر العربي مع بداية الشهر العربي بواحد الشهر واثنين الشهر وثلاثة الشهر بالشهر العربي بدك تشغل يا موليد برج الاسد بخور العنبر الخاص فيك طبعا تشغيل بخور برج الاسد هو العنبر وبيحط النية نية الزواج او نية الارتباط يلي هو بده اياها موليد برج الاسد طبعا بنصح كل الاشخاص اللي عم يسمعوني جربوها هالطريقة بدهم يمسكوها هالطريقة لمدة ثلاثة شهور يعني كل شهر من شهر العربي بدك تشغل ثلاثة ايام العنبر لمدة ثلاثة شهور يعني ثلاثة شهور كل اول ثلاثة ايام من هدول ثلاثة شهور هتشغل هاد البخور الخاص فيك يا موليد برج الاسد وان شاء الله هاي الطريقة كتير سهلة وهي الطريقة كتير مجربة وانا ما رح قالك لا تشغل شموع ولا حقالك تعلق ورقة ولا حقالك تعمل شيء بالعكس هاي الطريقة كتير سهلة ومثل ما خبرتكن اغلب الناس مجربينها وكتير مستفيدين عليها وخصوصة من موليد برج الاسد فانا بتمنىك يا موليد برج الاسد اتطبق هاي الوصفة شكرا كتير اليك وبشوفك باشياء جديدة والتوقعات جديدة وما تنسى اللايك على الفيديو والمشاركة شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير شكرا شكرا